أقرار حكومي بأن ملف عودة مهجر جرف الصخر إلى مناطقهم خاضع للمساومات السياسية هذا ما ورد على لسان وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق التي قالت إن اتفاقا سياسيا شاملا أفضل إنهاء ملف جرف الصخر هي ضرورة النأي بملف النازحين والابتعاد عن المزايدات السياسية وخاصة استخدام هذه القضية الإنسانية لمصالح قد تكون حزبية أو سياسية أو شخصية عضو الإطار التنسيقي حسن الكعبي قال لأن المنازل في جرف الصخر تعرضت للتفجير والهدم فضلا عن وجود عشرات العبوات في المنطقة مضيفا أن عودة تنهزحية القضاء غير ممكنة وهو ما اعتبره مراقبون بأنه تمهيد لإجراء تغيير ديموغرافي للمنطقة التي وقع عليه الاختيار لتكون معسكرا لميليشيات العصائب وحزب الله اللبناني التي تمتلك القرار بحسب إياد علاوي رئيس الحكومة الأسبق والتي حولت القضاء لمنطقة مغلقة لا يسمح لأي قوة بدخولها وفق ما صرح به رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي لا تتمكن أي قوة عسكرية رسمية تابعة لوزارة الدفاع أو تابعة لوزارة الداخرية أو تابعة لأي جهة من الدخول إلى جرف الصخر هذا السر الغريب الذي موجود في جرف الصخر لا تتمكنها لحد الآن من فتح شفراته مساومات وتحديات تقف عائقا أمام عودة مهجر جرف الصخر رغم مرور نحو تسعة أعوام على تشريدهم وتفاقم معاناتهم داخل مخيمات تفتقر لأبسط مقومات الحياة نحن بالخيم متبهذرين بالشتاء ومطار يذب علينا زخ الله يشهد ورسوله متبهذرين كل شيء بالصيف حشد سامع الله يشهد حتى الدابة لا تستطيع تعيش بالخيمة عيشتنا تعب حالنا صعبة صعبة مو بهينا والمع عند راتي شغلت تعبان ومع بدء عام جديد سيقضيه آلاف المهجرين مجددا في المخيمات فلا يملك نازحه جرف الصخر إلا دعوة من تاجر سياسيا بمعاناتهم المستمرة منذ عدة أعوام بالخجل موسيقى موسيقى موسيقى